ليست المرة الأولى التي نسمع فيها السلطات الجزائرية تربط الاحتجاجات في البلاد بأطراف خارجية أو بنظرية المؤامرة لماذا تستمر في هذا الأمر؟ أولا تحية لك ولي المشاهد العربي الكريم أعتقد بأن مثل هذه التصريحات قد تكون مبثوثة بسبب وجود معطيات حقيقية تدفع السلطة الحالية إلى البوح بالحقيقة فعلا الجزائر كما صرحنا قبل عدة مرات بأنها تتعرض إلى حروب من الجيل الخامس يستعمل فيها الإعلام كما أقول دائما وكذلك تحريض بعض الأوساط الناشئة والناشطة كذلك في الحراك ثم أعود إلى شيء أساسي إن هذا البيان أنا لا أتفق مع الذي أساغه بهذه اللغة الركيكة عندما يتم اتهام جزء هام من أبناء الشعب الجزائري بالخيانة فهذا شيء لا يمكن أن يسانده رجل شريف فأسلاك الحماية المدنية هم إخوتنا وهم الذين يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ ضحايا جزائريين فبالله عليك سائغ هذا البيان يتحمل مسؤوليته وهو شخصية لكن هل المشكلة مشكلة سياغة الإخوة في سيد بن جرون هل المشكلة من ساغ البيان مشكلة تعاطي الدولة الجزائرية مع الاحتجاجات في الشارع التي تتسع كل يوم أكثر وأكثر أبدا النعم المشكلة القائمة كان الأجدر بالسلطة الحالية أو الحكومة الحالية والتي هي حكومة جراد وهو أحد وجوه الحراك وطبعا بالإضافة إلى العديد من الوزراء الموجودين الآن كان الأجدر بهم أن يصارحوا الشعب بالحقيقة لماذا هذا التدني في المستوى المعيشي لماذا هذا الغلاع نقول الحقيقة لشعبنا الجزائرية على أن قيمة الدينار انخفضت بنسبة 20% مقابل العمولات الأجنبية فبالله عليك أبي مثل هذه الخطابات تريد حكومة جراد أن تعالج هذه المشاكل الاجتماعية المشروعة يعني في المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية هذه حقوق مشروعة ليس فقط للحماية المدنية ولا أليم